ينضم إلينا من القدس محرر شؤون الإسرائيلية في سكانيوس عربية نيدال كناعنا نيدال دعنا في صورة تفاعل هذا الموضوع في ظل حديث المستشارة القضائية وفي ظل أيضا الاختلاف العمودي بين الحكومة وبين المعارضة حول تجنيد الحاردين نعم كارولين أولا أعد أن أعطيك خلفية عما يجري الآن لنفهم الصورة أولا طبعا كل الوقت هناك قوانين تأتي من أجل إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الحاردين من الخدمة العسكرية القانون السابق انتهى في يوليو من العام الماضي ومنذ ذلك الحين أخذت الحكومة قرارا أو مرسوما حكوميا من أجل تمديد الإعفاء لطلاب المعاهد الدينية هذا المرسوم تنتهي فعاليته في الواحد والثلاثين من الشهر الحالي أي بعد أيام قليلة ومن الأول لإبريل لن يكون هناك قرار أو أي خلفية قانونية تسمح للحكومة بالاستمرار بهذا الإعفاء الحكومة تحاول تمديد هذا المرسوم الحكومي لكن هناك عدة التماسات لمحكمة العدل العليا ضد هذه الخطوة وبالتالي كانت الحكومة مجبورة أن تسن قانون جديد أو أن تحضر مرسوم جديد يظهر مدى جدية الحكومة في محاولة زيادة أعداد الجنود من قبل الحاردين المستشارة القضائية للحكومة ترفض التمديد أوتوماتيكيا وتقول بأن على الحكومة أن تبذل مجهود إضافي من أجل زيادة المساواة بين كل الشبان في الدولة والذين يخدمون مثلا في تل أبيب لا يحصلون على أي إعفاء يتم تجنيدهم فوريا إن لم يتوجهوا للجيش يتم اعتقالهم من قبل الشرطة العسكرية الحكومة الإسرائيلية لم تتوصل إلى مثل هذا الاتفاق بسبب الخلافات داخل مركبات الحكومة الحاردين حركة شاس ويهدوتها ترى حزبين يريدان الاستمرار في الإعفاء بالشكل القديم أي أن يكون هناك على الأقل حد أدنى من تجنيد طلاب المعاهد الدينية أرقام بسيطة دون فرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يخدمون أو على المعاهد الدينية المحسوبين عليها الحزب الليكود والأحزاب الأخرى داخل الاتلاف تجد صعوبة في هذا من جهة نتنياهو لا يريد أن يخسر الحاردين وبهذا سيخسر الحكومة وكل مجهود نتنياهو الآن المتعلق بالحرب هو للحفاظ على حكومته والبقاء في الحكومة من جهة أخرى مصوطي الليكود ومصوطي الأحزاب الأخرى حتى من اليمين المتطرف يعني أتباع بيتسل إيلس موتريتش وهم ليسوا من الحاردين هم متدينين لكن متدينين قوميين هؤلاء بالأغلبية منهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي وهم يطالبون بالمساواة مع الحاردين أي يطالبون بإدخال الحاردين في الجيش الخلاف الآن بين الجميع هل يجب أن يتم سن قانون أو الذهاب إلى تجنيد الطلاب المعاهد الدينية الحاردين بالقوة أي دون قانون ومساواة تامة وهناك من يقول بأنه يجب الذهاب إلى تفاهمات مع قيادات الحاردين مع القيادات الدينية من أجل البدء في مشروع ربما تدريجي يؤدي إلى زيادة أعداد الطلاب في المعاهد الدينية الذين يتجندون في الجيش الإسرائيلي هذا هو الخلاف الآن المشكلة ما زاد هذه المشكلة صعوبة أولا هو شرط وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جلانت والذي هو بصفته كوزير الدفاع هو من يقدم القانون باسم الحكومة قانون الإعفاء وهو يقول بأنه يشترط موافقة الجميع أي جانس وفي مثل هذه الظروف من الصعب أن يوافق خاصة أن جمهوره يؤيد تجنيد الحاردين ومن جهة أخرى أوضاع الحرب وتمديد الخدمة العسكرية تمارس المزيد من الضغوط على القاعدة التي تؤيد تجنيد الحاردين بالقوة شكرا جزيلا لك من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية نيدال كنعنا شكرا جزيلا لك